جزائر والسنغال نهاية أفريقيا عشرين ساعتاشر بكرة الساعة تسعة إيه اللي هيحصل من وجهة نظرك؟ لا اللي طبعا اللي هيحصل ده طبعا صعب تتوقعه لأن دي مباراة نهائية طبعا إحنا أنا باتفق طبعا مع مستر كوبر إنه ماتش الجزائر الجزائر كفريق متكامل من أول البطولة يمكن بيقدم كرة أعلى من الكرة اللي بيقدمها منتخب السنغالي ولكن أنا باتفق معاه لأنه هو بيلعب مباراته بوطيرة واحدة زي ما قال فيه روح في الفريق فيه كرة بتتقدم منتخب السنغالي بيقدم من بداية البطولة أنا عايز أقول لك كرة متوسطة ممكن أحيانا بتبقى فوق المتوسطة ولكن منتخب السنغال ما فيش أي مباراة أبدع فيها بيين لك إنه هو المنتخب اللي هو القوي جدا وأنا قلت لك قبل كده في المقابلة اللي فاتت والمقابلة اللي قبلها إنه أنا بعتبر إن المنتخب النيجيري باللعيبة بتاعته بالكتيبة اللي معاه أقوى من المنتخب السنغالي ولكن يبقى المنتخب السنغالي قبل البطولة ما تبدأ جاي هو بس عنده أفراد ممكن تقول كلمتهم في أي وقت وفي صدارة الترتيب كمان حتى يعني حتى التقييم والترتيب منتخبات الأفريقية السنغال بتأتي نمرة واحد وجاي مرشح للقب ده تدريب نعم وقدر إنه هو يوصل للمباراة النهائية طبعا في صعوبة كمان بتواجه المنتخب الجزائري إن الفرقتين تقابلوا في الدور الأولاني المباراة اللي إدن الجزائر إنه هو يكسف فيها بهدف يوسف البلايلي ولكن ما تنساش إنه عندهم لعيب يقدر إنه هو يصنع الفرق محرز محرز لا أنا بتكلم على ساديو مانيه ساديو مانيه لو وديته المساحات هيقدر إنه هو يروح واحد لواحد كتير جدا 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 خصوصا إنه هو كمان مستر كوبر قالك أنا بحب الراجل اللي بيهاجم على الشمال ده الباكليفت اللي بيبقى وراء في ظاهر رساديو مانيه يوسف سبالي ده راجل منطلق من الدية الأولى وشوفنا في بداية مباراة تونس إزاي أول ربع ساعة أول ربع ساعة كان هو اللي بيلعب مع منتخب بيؤتم في القلب بيؤتم بيحطها بليسنج بيروح بيعمل عرضية إزاي بيعملها من بعيد وإزاي بيخش الحد جوه عشان يعملها لورا للي جاي فهو الراجل بيهاجم كويس ناحية اليمين في دياتة برضو لعيب كويس كله بالي مؤثر بشكل كبير جدا هيأثر لأ بس في مشاكل في الدفاع السنغالي في مشاكل في الدفاع النيجيري في مشاكل في الدفاع كود ديفور اللعيبة الأفرقى عمتا عندها مشاكل أي جدا جدا يعني يعيدك كل اللعيبة الأفرقى إنت بتتكلم اسمين في المنتخب السنغالي ما فيش أكتر من كده كوليبالي وده بيعد من أغلى المدافعين في العالم وشيخ كيواتي فإنت بتتكلم في اتنين شوفنا ماتش تونس دراجر الباك اليمين كان بياخدوا الكرة يعملها عالية طه يا سين الخنيس انفراد كرة تانية بتتحطي بين وسطهم بكل سهولة انفراد فهما عندهم مشاكل في الحتة الدفاع الجزائر ما عندهاش المشاكل دي متخب الجزائر بيعرف يدفع كويس بس هرجع على الحتة بتاعت السادي وماني إزاي حيقدر مهدي زفاني إن هو يوقف ودوت طبعا بالاشتراك مع مين زي ما قلت لك قبل كده بص على اللقطة دي ده الناس داخلت دي اللقطة يعني نيسي ولا لا خد بالك هو الرجل محترم جدا خد بالك هو يعني طبعا نحنا أكيد ما نعرفوش معرفة شخصية ولكن يعني كل الدلائل بتشير إن هو مواقفه كويسة وناس بتتكلم عنه بطريقة كويسة هو شكله حتى مؤدب حتى في الملعب مؤدب ما بشوفش بيعترض أو حاجات من دي ده الفرع للاستاذ القهار تقريبا ده الملعب الفرع للاستاذ القهار عماتا بصة مهيب أنا عايز أقول لك سنغال أنا أتكلمي سنغال أنا يعني عايز أرجع في الحتة بتاعت ساديوماني إزاي مهدي زفاني حيقفله بمساعدة مين زي ما تكلمنا قبل كده جديورة عدلان جديورة اللي قلت لك ما بيديش فرصة لإنه بقى فيه واحد على واحد مع الباك رايت أو الباك ليفت اجتاعه حاصب مدير فاني بركات ده كان من واحد من أفضل لعبة في الكرة المصرية بتطبع أنا عارف كده كويس